ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي قام بها حاكم إقليم تيبستي تشناي إليمي حسن فقد زر الحاكم كل منطقة زواركي ومنطقة هور وكوري بوكودي كان ذلك برفقة المسؤولين الإداريين والعسكريين في الإقليم تقرير محمد لامين أحمد مواصلة في سلسلة زياراته التفقدية لمناطق الإقليم جاءت زيارة حاكم إقليم تيبستي إلى منطقة زواركي والتي استقبل فيها استقبالا حرا من قبل أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ حيث رحب مندوب الحركة بالإقليم قلماي حسن بالحاكم والوفد المرافق له بهذه الزيارة المشرفة والتي وصفوا فيها تضامنهم مع الحركة الوطنية ومؤسسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جانبه عضو الحركة الوطنية للإنقاذ محمد أبا علي صلاح طلب منهم الاتحاد والوقوف خلف رئيس الجمهورية لإكمال المشاريع التنموية في المنطقة أما حاكم إقليم تيبستي ديكتور شني إلليمي حسن قدم شكره على سكان مدينة زواركي عموما ومناضل الحركة الوطنية للإنقاذ على وجه الخصوص بهذا الاستقبال الدال على وحدة صفهم وجمع كلمتهم كما زار الحاكم مدينة ور التي هي الأخرى استقبل فيها من قبل رجال الأمن والمسؤولين الإداريين والشيوخ التقليدين حيث عقد الحاكم عدة لقاءات تنويرية بغرض حثهم ودعوتهم بالعمل في إطار المصلحة العامة بدأ اللقاء الأول مع مناديب التعليم والصحة العامة حيث انتهز مندوب الصحة بمنطقة ور بحصر كافة البيانات المتعلقة بالصحة وما يترتب عليها من نقص في المعدات والأدوية والموارد البشرية كما تداخل مندوب التربية شارحا أبعاد الأوضاع التعليمية والصعوبات التي تواجه العاملين في الحقل التعليمي كالنقليات والوسائل التعليمية أما اللقاء الثاني فكان من الشيوخ التقليدين الذين أعربوا عن قلقهم من تدفق الناس إلى المناطق الخاصة بتنقيب الذهب وعبروا عن قلقهم بسوء طريقة البحث والتنقيب عن الذهب مما قد يحدث أضرارا بيئية وإطلافا للمزارع وحقول التمور وفور انتهاء لقاءات الخاصة بالشيوخ التقليدين ووجهاء المنطقة توجه الحاكم وبمعيته بعض من المسؤولين إلى أماكن تنقيب الذهب وخاصة في منطقة كوري بوغودي ووقف على كافة التطورات ورأى الصور المختلفة من حفر وكسر للأحجار والتجاوزات الناجعة من الوافدين وواصل الحاكم سيره إلى المناطق النائية وتمكن من القبض على بعض المتسللين والمخالفين للقوانين العامة للدولة وأمر على الفور بعوضة الأطفال إلى أهليهم وتسلم البالغين إلى الجهات المختلفة للنظر في قضاياهم وبقي نشير أن وفد الحاكم سيزور باقي المناطق الشمالية في إقليم تبستي وعقد جلسات عمل مع كافة المسؤولين هناك